لكم من تتخيل مشاهدين الكرام أن هذا المسجد الذي يبدو كأنه أطلال معلمة تاريخية عتيقة كان قبل أسابيع قد دخل مراحل ترميمه الأخيرة وكانت أصواره العالية وغرف الصلاة به ومحرابه المزين والمزخرف على بعد ثلاثة أشهر من فتحها أمام الزوار المسلمين وغير المسلمين هنا مسجد تنمي الأعظم بني المسجد عام 1148 في عهد الخليفة الموحدية عبد المؤمن بن علي الكومي الذي تتلمد على يد مؤسس الحركة الموحدية المهدي بن تومرت الفقيه والعالم ابن قبيلة مصموضة الذي صال وجال المغرب للدعوة إلى نظام حكم إسلامي جديد توفي قبل أن يبسط يده عليه بعد أن انهزم شر هزيمة في معركة البحيرة عام 1130 على يد المرابطين وفقد خلالها عددا كبيرا من مقاتليه ومتابعيه ليحمل عبد المؤمن إرثى وعبأ رسالة أستاذه ويعيد لملمة جراح الهزيمة النكراء خلال عام ونصف جذب فيها قبائل جديدة وانطلق بجيش وصف بالعظيم من هذه المنطقة منطقة تنمل حاملا شخصية ابن تومرت الثائرة وفكره التوحيدية لله الجديد واستغل دعف الجيش المرابطي وحصره بمدن عدة منها فاس وتراشك والعاصمة مراكش وقتل آخر قادته من الأمراء عام 1146 لتقوم بذلك الدولة الموحدية التي امتدت بقعها إلى الأندلس وضمت فتوحاتها دول المغرب العربية تصدعت أبواب المسجد وسقطت أصواره بشرفاتها العالية التي كانت تشهد على خصائص العمارة الموحدية وهوى جزء كبير من مئذنته كما انهارت أروقة الصلاة الداخلية التسعة هنا تنمل مهد حركة متمردة تحاولت إلى دولة قائمة بذاتها في القرن الثاني عشر يفترش أهلها حاليا الأرض ويعيشون داخل الخيام تحت ظروف كارثة طبيعية أودت بحياة 15 شخصا محليا وثلاثة أجانب كانوا مقيمين بتنمل بصفتهم عمالا كانوا يشتغلون على إعادة ترميم المسجد وزارة الثقافة ووزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية ومنظمة الإيسيسكو ومنظمة اليونيسكو كلها منظمات قيمت الأضرار التي لحقت بالمسجد الأعدم متأسفة وتعاهدت بإعادة ترميمه فكيف سيبدو الوجه الجديد للمسجد الأعدم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر